موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام دكتور كرام سنبدأ بالأمر الأساسي من دون أي تأخير ومن دون أي معوقات بارح الوزير جبران بسير بيقول بحديث تلفزيوني القوات نفذت انقلابا وعليها أن تعيد قراءة ومراجعة موقفات صباح الخير أهلا وسهلا فيك الحقيقة أول شيء أحب أعمل مقدمة أنه اليوم في حدث تاريخي حدث كبير كتير وسيء كتير حدث ما حدث موضوع القدس والحمد الله أنه الرئيس البري دعي لجلسي لمجلس النواب اللبناني حتى يأخذ مسؤوليته بهذا الموضوع أنا كنت يعني بدي ناشد الرئيس بري مشان هيك دعوي ونحن نعتبر أنه اليوم هذا الحدث لازم يأخذ كتير أهمية بأنه يكون عندنا موقف لبناني موحد بخصوص هذا الموضوع ونكون مبادرين كالبنان ربما بيدعوي لمؤتمر قمة عربية وزراء خارجي العرب لتوحيد الصفوف العربية كلها بخصوص هذا الموضوع أما بالنسبة لي ما صدر عن الوزير جبران بيسير المبارح بموضوع الانقلاب فتعرف حتى نعمل حوار بخصوص هذا الموضوع وهو اليوم برنامجة كهو الحوار سيد جورج الأهمية بموضوع مثل موضوع الاتهامات هذه وتوجيه بعض الكلام من هون بدنا نعرف شو أسبابه ليش عم يطلع من بعض المسؤولين وشو الهدف منه ونعرف أنه لازم نرد بحجج بثوابت ونرد بأول شي بورقة النوية ورقة النوية اللي عملت بيننا وبين طيار الوطن الحر كانت مبنية على 17 نقطة هال 17 نقطة بدنا نعرف وين القوات اللبنانية أخلت بأي نقطة من النقاط هل بالنقطة السيدية هل بالنقطة المؤسسات نحن معنا وقت اليوم نقراها بس هي أمامي اللي بتحكي عن موضوع تقوية المؤسسات طيب إذا كانت القوات اللبنانية كانت عم تعمل انقلاب انقلاب على ماذا وقت الي دعيت الاستقالة وهدد بموضوع الاستقالة وزراء يستقيلوا ولما رحبت بالاستقالة ليش لأنه كان كل الظروف اللي موجودة ما قبل الاستقالة هي انقلاب على ورقة النوية وعلى العهد وعلى على بيان الحكومة اللي كان عم يحكي بموضوع النائب النفس وبناء المؤسسات وبناء المؤسسات والنائب النفس استيجورج هو من ورقة النوية اللي وضعناها نحن كقوات لبنانية الطيار الوطني الحر وبدأنا فيها وعلى أساسها كان تسوية انتخاب رئيس الجمهورية جنرال ميشيرون وتسوية رئيس حكومة اللي هو الرئيس الحريري الرئيس سعد الحريري بهذا الموضوع القوات اللبنانية هي الأقرب إلى العهد والأقرب إلى الحكومة وإلى الرئيس الرئيس الحريري من منطلق كمان ورقة النوية الموضوعة بين الطيار الوطني الحر والقوة اللبنانية. التسوية التي وضعت تم الالتزام فيها من قبل الأفريقاء الآخرين حوال ثلاثة أربعة شهر من بعد تأديف الحكومة. ومن ثم بدأ الانقلاب على التسوية. لما شعر حزب الله بأنه قادر على تغيير الأوضاع الداخلية السياسية بناء على أنه قادر يربح معارك في سوريا والعراق. فبدأ بالانقضاد على التسوية التي وضعت بيننا وبينه. على أنه نكون كتلنا سوى على طاولة الحكومة. وما حدا يربحنا جميلة أنه نحن موجودين بهذه الحكومة. لأنه تصور استيج جورج بأنه من بعد تسوية انتخاب رئيس جمهورية. ومن بعد تسوية حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري. والتي كانت العصب الأساسي بهذه التسوية هي القوات اللبنانية. كانت من أساس هذه التسوية للقوات اللبنانية تصور كان يركب حكومة بدون القوات اللبنانية. فما حدا يربحنا جميلة أنه نحن كنا بهذه الحكومة. نحن كنا بهذه الحكومة لأنه نحن منصانعين هذه الحكومة. ومنصانعين هذا العالم. دكتور فهد. المشكلة ليس قصة فوتة القوات على الحكومة. القصة هي أنه كانت من أكثر متحمسين القوات للاستقالة. وفجأة من أكثر متمسكين بالبقاء بالحكومة. هذا السؤال يطرح. ليش؟ لأنه شروط. نحن نحكي عن شروط ونحكي عن أشخاص. نحن ندعم أشخاص. نحن ندعم عهد. وندعم شخص. ونمشي وراء شخص. نحن نمشي وراء رئيس حكومة لأنه صديق. نحن نمشي وراء رئيس حكومة وندعمه لأنه بيكون جاي على شروط معينة وبناء على بيان متفأة عليه. نحن ندعم العهد. لأنه من هو العهد؟ هو الجنرال ميشيل عون. من هو الجنرال ميشيل عون؟ هو شرطين أساسيين. السيادي والشفافي. القوات اللبنانية عشو كانت عم تعترض. وليش أيدت الاستيقالة؟ لأنه كان يتم ضرب الشفافي والسيادي. ما قبل الاستقالة. وقتت الاستقالة بناء على الانقلابات التي كانت تصير على التسوية. الانقلابات التي كانت تصير على التفاهم. الانقلابات التي كانت تصير على موضوع التسوية والشفافية. الحريري الرئيس عون أم حزب الله مين من هالثلاثة كان عم ينقلب على التسوية وعم يضرب السيادة وعم يضرب الشفافية يلي بني عليها الاتفاق مع الرئيس عون وعلى أساسه تم التعاون في قضية انتخاب رئيس جمهوري مين المشكلة يب لح نحكي فيها بس أصبحت واضحة بالنسبة للناس ليش كان في تأييد الاستقالي لأنه كنا نحن عم نرفض هذا الواقع وليش في رجعة اليوم لأنه من بعد ما صار في تريس ثم عودي بناء على مفاوضات مفاوضات النائب النفس المفاوضات ما صارت على أساس أنه ليش استقال الرئيس الحكومي كيف استقال الرئيس الحكومي صارت على أساس لماذا استقال الرئيس الحكومي وصار في نقاش بعملية النائب النفس اللي حكيت عنا القوات اللبنانية من أول لحظة ولو الكل وفر وقت كنا من أول لحظة نقشنا موضوع أسباب الاستقالة ورجعنا إذن الوات اللبنانية متناسئة جدا مع نفسها ولما بتقول أنه انتصرت لأنه انتصرت أنه أعادت الجميع للنقاش بموضوع أسباب الاستقالة وانتصرت بموضوع أنه الجميع أتوا إلى موضوع النائب النفس الفعلي وليس اللفظي حبيبا حبيبا أنت بموضوع أنا لا أريد أن أطعم بموضوع اللي سألتني أجيوبك أنت تعرف مقدار المحبة والاحترام لأهلات وأنا ما أحب تلاعب بالكلمة بس أنه كلمة انتصرت القوات تكلمة اللي قالتها سيدي جعجع سيدي ستريدة أنه يا فيا ما بعرف يا عم تتدحك على العالم يا عم تتدحك على حالة بمحبة عم أقولها يا ما عم تتدحك على جمهور القوات طب وين الانتصار حتى في جمهور القوات على الفيسبوك بمحبة كمان أنا أقول لها ما حدا يعلق على الشغلة من منزار سلبي. أنا أقول أنه فيه تعليقات أنه عمي نحن انتصرنا مش عارفين أنه انتصرنا. أول شيء مش من شيء يعمر النائب ستريدة جاجة تعلن انتصارات بهذه الطريقة أما تحكي بطريقة أنه تضحك على شعبيته أما على ناسا أنا أبح الطريقة اللبنية على الطريقة اللبنية إذا كنت بدك تقارب موضوع الاستقالي استيجوج وموضوع التريس وموضوع العودة عن الاستقالي وموضوع رجعة القوات اللبنية عن الاستقالات وعن تهديد باستقالتها من منطلق المفهوم الشخصي والعلاقة الشخصية بينها وبين مسؤول. لا تستطيع أن تفهم القوات اللبنية لماذا أخذت هذه الخطوات. القوات اللبنية أخذت خطوات دعم الاستقالي لأنها كانت تعترض على حالة خرق السياد والشفيفية التي لنا نشرحها ومن كان يخرقها. مين كان يخرقها؟ لا نحن نحكي بس ليش صارت الدعم لهذه الاستقالي والعودة والرجعة إلى الحكومة كقوات لبنانية هي من منطلق أنه وصلت للمحل ما بدأ القوات اللبنانية. هون ربما عبر عننا بكلمة انتصار خانا نقول مش انتصار. خانا نقول أنه القوات اللبنانية وصلت للي بدأيه بأنه عدنا إلى احترام النائب النفس وإلى بيان الحكومة وبتشديد على أنه رئيس الحكومة هالمرة هو اللي سيتابع هذا الموضوع. وفي التزام من كافة أطراف مكونات الحكومة لإحترام النائب النفس. هون وصلت للي بدأيه القوات اللبنانية وعود على بدء يعني عود على بيان الحكومة. بس كانت تمن غالب. اختلفت مع الرئيس الحريري وفي خلاف مع التيار الوطني حر. بينما اللي عم بفهمه من كلامك وبعتاد اللي عم بفهمه مضبوط وأنا وياك متفقين عليه. المشكلة الأساسية مع حزب الله. المشكلة الأساسية مع حزب الله بتزعله مع التيار أو التيار بيزعل معكم وتزعله مع المستقبل والمستقبل بيزعل معكم. القواص على التيار وعلى المستقبل أو بالأحرى تبادل إطلاق نار بينكم وبينهم كلهم. هالثلاثة. وحزب الله عم يتفرج عليكم بينما هو أصل المشكل برأيكم. مزوحكم إلى صحيح. في سببين لأصل المشكل تنرجع إلى ما قبل الاستيقالي اللي خلينا نحن نهدد باستيقالي ونقول نحن مأيدين للاستيقالي. في سببين. واللي نحن بهو السبببين نحن الأقرب للعهد ونجاح العهد. لأنه نحن بدنا العهد ينجح بشعاراته بمبدئيته. مش ينجح بأنه ننقذ من بعض الأزمات واستمرارية. كل العهود بتستمر لآخرة. ولا عهد بيسقط. كل العهود بتقدر تسجل بعض الإنجازات الداخلية. نحن بدنا هذا العهد يكون عهد تاريخي. منبيعه حكي لهذا العهد. بدنا ينجز مسائل جبيرة. هي مسائل وطنية. صار لها فترة واقفة. من عم نلاقيه لحل؟ حل السيادة. وهذا العهد هو عنوانه السيادة. ونحن كنا الأقرب إلى مفهوم السيادة. وين خرقنا ورقة النواية كأوات لبنانية أما غلطنا معها؟ مين عم بيغلط مع ورقة النواية بموضوع السيادة؟ السيادة نحن ما منفرط فيها يا استيس جورج. السيادة بالنسبة لنا هي اعتراض على كل الخروقات وعلى كل الكرام على الكرام اللبناني من قبل أي طرف إجاة. حتى الطرف الإيراني وطرف عزب الله. السيادة منقوسة بسبب وجود الدولي بسبب مشروع عزب الله المرتبط مع إيران. هلا بيبين بعض الخروقات نحن. ما اعتبرته احتجاز رئيس حكومي وأزلاله بين هلالين في حديث عن محاولات أزلال وعن تدخل سافر وواضح ووقح وفج في الشأن اللبناني واحتجاز رئيس حكومي بكل العالم قالت آخر شي من الأمر كان ونزول ما بتعتبروها مس بالسيادة اللبنانية بتعتبروا بس إيران عندها مس بالسيادة إيران عم تمس بالسيادة بس السعودية مش عم تمس استاذ جورج ما فينا نعتبد خبرية نحكية من طرف أو من آخر نحن منعتبد نحن منأخذ لحظة بعد كل هلأ مصرين أنه الحريري كان قاعد برداء وقاعد بالشلي وقاعد عم بشبار قيلي خلاصت اوكي استاذ جورج أنا بحترم سؤالك ولكن اسمع الجواب نحن منأخذ نحن منأخذ باللي قاله الرئيس الحريري الرئيس الحريري أعلن شيء نحن منأخذ فيه ومنحترمه هلأ بتقلي كان في شيء ملتبس طبعا في شيء ملتبس نحن يعني ما في شك دكتور جعجا وقتا كان بالحبس وقتا كان بالسجن الدكتور جعجا اللي كان عم بيقوله بالمحاكمات وبالتحقات بتقبله فيه وبتقبله إنه كانت المحاكمات عادلة لا 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 ما تقارب لا لا أنا عم بقارن بلا أنا عشت هذه المرحلة دكتور بسمح لحالي احكي فيه وانت بتعرف إنه ما بغلط أنا فيه هلش بس أنا عبر لك وجود نازل الحريري إذا قال هيك يعني منصدقوا بالرغم كل شيء لكن فإذا دكتور جعجا اللي كان قاعد هال 11 سنة بالحبس ما هيك لقاعدون لكان مبرر كان للدولة إنه تعدوا بما إنه التحيئات والكلام اللي قالوا أيدوا مضع لهم ما لحفوت بعملي أنا قدت هذه الشغلة بس ما لحفوت بهالمقارن اللي لا تصلح طيب دكتور جعجا أصلا لم يتراجع ولم يرضخ ولم يخضع لأي شيء أما الرئيس الحريري فاليوم حر بيقدر يحكي باللي بده وهو قال أنا بحكي باللي بده واليوم هو رئيس حكومة لبنان يعلن ما يريد وبعتقد النقاشات اللي صارت ما بعد الاستقالة وعند التريس هي نقاشات بأسباب الاستقالة مش بشكل الاستقالة فخليني أقول شغلي نحنا نحنا تأييدنا للاستقالة كان مبنى على عنوانين عنوان الشفافية في ممارسة الأمور في داخل الحكومة وفي ملفات الحكومية وعنوان السيادة عنوان السيادة شرحته أنا ونحنا منعتبر أنه مندفع سيادة لبنان بوجه كل المعتدين على سيادة لبنان مما كانوا يكونوا ما حدا يزيد علينا ونحنا لن نحمي للسعودية ولا غيرها إذا تعدت على لبنان وخليني أقول لك شغلي استيج جورج صار في تسويات كتير نحكى عنها بين السعودية وغيرها بخصوص حكومات سابقة وبخصوص تسويات صارت سابقة والقوات اللبنانية لم تدخل إلى هذه التسويات لأن القوات اللبنانية شافت أنه هي غير معنية بهذه التسويات وقالت أنه لا قالت لا لكل التسويات الإقلمية على حساب الوضع اللبناني وتبين القوات اللبنية معها حق مش أول مرة القوات اللبنانية بتقول قناعتها كل عمرة بتقول قناعتها وصار في تسويات قبل وما وفقت عليها هلا بموضوع الشفيفية داخل الحكومة استيج سابقة وهون الأساس اعتراض كثير من مقونات الدولة والحكومة على القوات اللبنانية ليش مزعجي هالقد القوات اللبنانية شو السبب ما بدنا نتساءل هالحملة الكبيرة على القوات اللبنانية شو السبب شو فيه وين مغلطة القوات اللبنانية هي وقعت هذا بتفسير هذه الحجة للانقداد على القوات اللبنانية حجتهم بأن القوات اللبنانية أيدت الاستيقالة وعملت انقلاب هذه حجة استيج جورج أما الحقيقة خلينا نحكي أي شي الحقيقة الحقيقة أن القوات اللبنانية مزعجي عليهم لأنه مزعجي بأنه هن مستعجلين على إنجاز بعض الملفات اللي نحنا منعتبرها ملفات غير شفافة وهذه الملفات يريدون هذه الأطراف تريد أن تسجلها في إرشيفة ما قبل الانتخابات النيابية على حساب الشفيفية وعلى حساب الميزانية اللبنانية وعلى حساب مصلحة الشعب فمن هون الوات اللبنانية كانت دائما عم توقف عائق بأمام هذه الملفات التي لم تكتسب الشفيفية الكاملة وما حدا يهددنا ما حدا يلجأ إلى التهديد إنه إذا تظلكم تتصرفوا هيك بدنا نعلي السقف يعلي السقف نحن لو تجونت علينا سبع تحالفات وكل التحالفات ومش تحالف خماسي سباعي كمان وعشاري نحن قناعاتنا بدنا نقول موضوع السيادي ما منتخزل فيه لحن نحكيه وموضوع الشفيفية ما لحن نتخزل فيه لحن نحكيه وهذا احترام للعهد ولدوره وللحكومة وهذا احترام لحلفائنا هون مندعي حلفائنا إلى أنه يحطوا إيدهم بإيدنا لأنه نحن بالعكس إذا احترموا هذه المواقف اللي عم تعطيها القوات اللبنانية بيكونوا هن والقوات اللبنانية عم ينزوا دولة المؤسسات ودولة الشفافية ودولة المؤسسات أما إذا ما وقفوا على القوات اللبنانية بهذا الموضوع فهم الانتلابيون ولسنوا نحن في انطباع دكتور كرم أن القوات الآن تعيش نفس المرحلة ونفس أجواء مرحلة ما قبل 21 نيسان 1994 مش عمقول دخول الدكتور سمير جعجع أو بالأحرى أدخاله إلى السجل أنا عمقول أنه في أجواء حصار وعزل وتطويق وأطباق وتضيق هناك بتوافع على المقاربة ما في شك أنه في محاولة من بعض الأطراف المتأثرة بهذاك الوقت بالنظام الأمني اللبناني السوري المشترك ما في شك أنه في أطراف موجودة ببعض التيارات وبعض الأحزاب تريد أن تعود إلى هذه الفترة وإلى هذا النظام للتخلص من القوات اللبنانية ومن إزعاج القوات اللبنانية من عرقلة القوات اللبنانية للمحاصصات والمصالح الشخصية ولتحالف المصالح الشخصية مع الدولة على حساب السيادة وعلى حساب الشفافية ما في شك أنه في من بس هذا لا يعني أنه رايحين بيضا لا يعني أنه رايحين كانت القوات وضعها هذا العهد غير ذلك العهد 48 ساعة نقلب وضعها من قوة سياسية متمركزة ومتماسكة لا لا ستبقى وهذا إلى قوة سياسية محاصرة لا ستبقى تؤكد على بقاء في الحكومة كي لا ينكشف الغطاء السياسي عنه إذا خرجت من الحكومة ويحصل لا سمح الله ما حصل بال94 وما بعد أنا عم بعمل مقاربة هي قراءة بس ما أنا دقيقة كتير ما أوكي بشتروني تكون هنا عم شبه الوضع القوات اللبنانية بقيت داخل الحكومة لأنه بتعتبر أنه داخل الحكومة قادرة تكون فعالة خاصة بالملفات السيادية والشفافية أكتر من أنها تكون خارج الحكومة لأننا بتعرف أستاذ جورج لما بتكون خارج الحكومة في لبنان ما بتقدر تعمل معارضة حقيقية نحن نظامنا مش مثل أنظمة المتطورة اللي وصلت أنه السلطة مكونة من من هو في السلطة ومن هو في المعارضة اليوم في لبنان بعدك لما بتكون خارج الحكومة أنت خارج كل شيء يعني حتى ما بيكون عندك قدرة بتأثير بالقرارات هالأد ولكن لأنه بعدنا ما وصلنا لنظام ديمقراطي حقيقي النظام الديمقراطي الحقيقي بيسمح لها تكون بالمعارضة وتموارس السلطة وتسقط حكومات وتسقط مجلس نوع نيابي حتى ولكن اليوم نحن شفنا كقوات لبنانية أن وجودنا داخل الحكومة هو أفضل مشان متابعة ما وصلنا إليه واللي اعتبرته أنت أنه تكبير للأمور انتصار شو قالت القوات اللبنانية قالت تريد النائب النفس وهذا تحقق وتريد ملفات شفافة وهذا ما نتأمل أن يتحقق داخل الحكومة من هالمنطلق القوات اللبنانية موجودة داخل الحكومة مش تتحمي نفسها لأنه مش خايفة على نفسها أستاذ جورج أنت من أنفي وأنا دايما بردد هذا القول شو هم أنفي من هدير البحر القوات اللبنانية مش خايفة من حدا يهددها بعزل ويهددها بانتخابات قادمة وبتحالفات خماسية ويهددها باعتقال ولا يهددها بجرجري للقضاء لا القوات اللبنانية ما في شيء يخوفها من هذا الموضوع خاصة أنه هي صاحبة مبدأ وين عم تخطئ عم تطلب أنه يكون الملفات عم تمشي بالحكومة بالطريقة الدستورية والقانونية الصحيحة وتروح على دائرة المناقصات بطريقة مظبوطة ونحترم كل الخطوات القانونية الصحيحة لحتى ما ينسمى على هذه الحكومة وعلى هذا العهد ما نسمى على العهود السابقة نحن ماذا نريد من هذا العهد يا أستي جورج نريد لهذا العهد أن يكون تاريخي نحن الأقرب لهذا العهد ومن يتخلى عن الشفافية ويتخلى عن السيدي هو اللي عم يتعن بهذا العهد نحن الأقرب لهذا العهد نحن أقرب فريق لهذا العهد ولهذه الحكومة من هالمنطلق كيف بدأ ترجع تترتب الأمور نحن مفتحين بيكونوا بين الطيار وطن الحر وباع مع الرئيس الحريري لأنه مثل ما قالنا المشكلة الأساسية مع حزب الله قاعد حزب الله هلأ جنب عم يتفرج على الكل لكن في مشكلة خلالي أنا أقول لا في شغلة حزب الله اليوم ملتزم أمام لا أنا أعود بالأزمة حتى بهذه الأزمة بالأزمة اللي صارت هالأزمة السلسية الأضلاع بين الطيار والقوات والمستقبل قصة كفيرة الأول شيء الأقوات بدأ تضلها ناطرة ولا بدأ تبادر إلى ترتيب الوضع أول شيء الأقوات لو ما عندها حسن النية منها موجودة معها الفريق هيدا اللي هو التيار والتيار وغيره حتى ما حزب الله عندها حسن نية بأنه أنت بتعرف السيد جورج لما ركبت هالحكومة سابقا ومن بعد بيان الوزارة القوات اللبنانية كتير روأت خطابها حتى ما حزب الله يعني خطاب السيادة نحن بخانة الحسن النية لحتى نوضع الأمور بأن يصارها نحن وحزب الله لأننا نعتبر أنه بالنهية لبنان ما بيرتاح إلا نقعد نحن وحزب الله على الطاولة ونبحث كل الأمور والموضوع السيادة كنا عم نقول أنه موضوع السلاح بده استراتيجية دفاعية ويحوي مبارح بالذات وزير خارجية جبران بسيل هو ذكر مبارح كونك سألتني عنه هو ذكر أنه هذه ما تنحل إلا بطاولة استراتيجية دفاعية ونحن كنا عم نحكيها من السابق أنه موضوع السلاح لا يحال إلا على طاولة استراتيجية دفاعية أما بالنسبة لتدخل حزب الله في الحروب وجار لبنان إلى حروب نحن ما لنا بحاجة لإله فنحن دايما عم نقول هذا القرار وهذا السلاح يجب أن يكون قراره لبناني هالمنطلق هذا نحن عندنا النية الحسنة كأوية لبنانية أنه نرجع نلتزم كلنا سوى بما صدر بموضوع النائب النفس من قبل رئيس الحكومي والتزام كل الأفريقاء بهذا النائب النائب نائب النفس إذن نحن والتيار المستقبل بعض الأمور التي صارت خدشت هذه العلاقة تنتهي لأننا في التواصل في التواصل دائم نحن وتيار المستقبل إلى أعادة الأمور إلى نصابة والبكونه خاصة موضوع السيادة من يقود هذا المسعى؟ لا فيه عدة أطراف من الجهتين عم يلتقيوا فيه عدة مسؤولين من الطرفين عم يلتقيوا وحيكون فيه لقاء بين الرئيس الحريري ودكتور جعجع لتسوية كل الأمور وإزالة كل الشوائب التي دخلت إلى العلاقة واللي العلاقة بالموقف المبدأي للقوة اللبنانية استغلوا بعض الأطراف استغلوا بعض الأطراف ونجر لقلوا بعض المسؤولين داخل تيار المستقبل بأن القوة اللبنانية لا تريد الرئيس الحريري القوات اللبنانية بالعكس هي التي تريد الرئيس الحريري بشعاراته الأساسية اللي إخدها حتى من بيو اللي الله يرحمه الشهيد الرفيق الحريري اللي هي شو سيادة لبنان وشفافية لبنان ولبنان أولاً هذا ما نريده من رئيس سعد الحريري نحن الالتزام بلبنان أولاً هدو جبعدين يكون حر يكون حر يكون بعدين يا دكتور كرام ما هو شو هو الشعرات المسكون مسكون مسيحيين ومشوفيون وأكلوا قتل مسيحية وأكلوا قتل على بكل الاتجاهات ما في شك بس استشهد الرئيس الحريري استشهد الرئيس الرفيق الحريري بالنسبة لخينا التيار الوطن الحر وين نختلف نحن ويا خلنا نرجع لورقة النوية نرجع لورقة النوية منشوف أنه منا مختلفين وين أضرت أما زيحة الوات الليبينية برجع بذكر قبل ما ناخد البرائك ورجع بذكر وزير بسيل بقال خرجتوا على الاتفاق أنا بدي أقل له خرجنا عن شو عن أنه نسهل له ملفات هو مستعجر بده ينهيها ما عم بيحكي عن هذه وين خرجنا بالسياسي بالإطار السياسي للأزمة اللي صارت أنت خرجتوا خارج السرب وكان تغريدكم خليني استعمل بالمحبة ناشزة شو بقوله نافرا ونشازا بركب هذا المعنى كي عم بقوله أنه مش متوقعين من الوات يعملوا هيك لأنكم عملتوا هيك أعتبر فيه اعتبار لأنه عم بيقرأ خطأ لأنه عم بيقرأ خطأ يعني أنا بلومه على هالقراءة وبتمنى عليه يرجع يعيد قراءته للأمور ويشوف أنه القوات اللبنانية هي اللي التزمت ببيان الوزاري بالتسوي ومن كان يحاول الخروج عن البيان الوزاري هو حليف وحزب الله وسحب الحكومة والدولة اللبنانية كلها إلى المحور الإيراني وفتح العلاقات مع النظام السوري والتغافل أما السكوت عن تسريحات الروحاني اللي قال كل شيء بلبنان بناءً على سياستنا بيمشي وعلى تصريحات ولاية تصريح مشاك بس كل هايدي الأمور الضرب بالبيان الوزاري ما شايفه الوزير جبران بيسير شايف أنه نحنا استقلنا مقابل يعني هددنا بالاستقالة مقابل استقالة الرئيس الحريري ولما استقال الرئيس الحريري نحنا قلنا نعم الظروف اللي كانت عم تنفرض على الرئيس الحريري نحنا على رأس وعيني بس ضليتكم ضليتكم شهرين تقولوا بدنا نستقيل وبدنا نستقيل ما التلويح والتهويل بالاستقالة وانا بتذكر انه كتبنا مرتاب بمؤدمات الوتيفية عن الاستقالة وما قمتين بدا تصيرها الاستقالة وانتوا كنتوا بعضكم في الإطار الكلامي ما عليهم نقول نذكر فيها لانه عنا حسن نية انه ترجع تستوي الأمور وترجع نزبط الوضع والتيار والتيار لإدارة الحكم لانه نحن حريصين على هذا نحن ما كان لزة الاستقالة نحن ما كان بدنا يعني منه هدف بالنسبة لألنا خليني وضع لانه انت عم ترجع لها نحن منه هدف بالنسبة لألنا الاستقالة ولا نريد ان نستقيل ولا نريد للرئيس العريري ان يستقيل نحن الوضع اللي كان عم بينفرد من قبل الدولة على الحكومة والوضع اللي لا شفاف بإدارة الملفات ما قبل الاستقالة هي اللي فرضت علينا اننا ناخد هذا الموقف ونهدد بالاستقالة ونرحب باستقالة الرئيس الحريري لحتى يتوقف هذا الانحدار اما بإدارة الملفات الداخلية واما بموضوع السيادة وقد أتت هذه الاستقالة لحتى توقف هذا الموضوع وأعلن الرئيس الحريري انه طوله بالكون أنا عم بعمل شك إيجابي لحتى عيد الأمور إلى نصابة إلى بيان الوزاري وما صدر عن البيان من كم يوم اللي عاد عنه بالاستقالة هو نائب النفس إذن العودي إلى مقالة إلى مقالة به دكتور كرام بس كمان الكلام عن السيادة وتمسك القوات بالسيادة يفترض تمسكها للقوات بالسيادة عندما يتقدم رئيس الحريري باستقالته من لبنان مش من السعودية ألم ترى القوات في تقديم استقالته من السعودية بهذه الطريقة المهينة والمزلة مدثاً وانتقاصاً من السيادة عم تشوفوا الأمور بمنظراني لا لا نحنا تركنا موضوع الشكل للرئيس الحريري هو واضحه احتراماً لأله قال ما حصل في السعودية أعتفس به لنفسي هذا يعني صايرة أسك بيلي بالسعودية نحن نحترم الرئيس الحريري هو يعلن عنه أو لا يعلن عنه نحن حكينا بالأسباب ونستمر بالحديث عن الأسباب أما الشكل نتركه للرئيس الحريري هو بيعلن عنه هو بيقرر أن تيب رح ناخد بريك إذا بتسمح لي دكتور فادي كرام عضو كتلة القوات اللبنانية بريك ونعود لمتابعة حوار اليوم أهلاً بكم مجدداً في حوار اليوم وأهلاً بالنائب الدكتور فادي كرام عضو كتلة القوات اللبنانية دكتور هل خزلكم السعوديون فيه موضوع رئيس سعد الحريري بصراحة يعني فيه كلام هلأ مش كلام فيه إطار الكلام عليكم وليه معكم بس بالإطار الكلام اللي عليكم أنه أنتوا فضلتوا الوقوف مع السعودية على الوقوف مع سعد الحريري أولاً والأنكة من هاك أنه السعودية تخلوا عنكم وخزلوكم وتركوكم تواجهوا هلأ مثل ما عملوا بكردستان مع البورزاني ومثل ما عملوا هديك اليوم مع علي عبدالله صالح لكن هلأ تركوا حلفاءهم وأصدقاءهم خلني أقول أصدقاءهم يواجهوا المصير المر يلي هني نقيوا بنفسهم عنه وتركوا للناس يلي معهم يتحملوا المسؤولية بتوافع على المقاربة استيجورج تارف أنا بتشكرك أنك عم تطرح هالمسائل هايدي ما في شك أنه هيك طروحات هي مش ناجي عنك بس أنت عم تنقل إياها عم تنقل إياها بتارف في نوعين من الأطراف أما طرفين وراء هذه التسويقات أكيد في طرف دايما عنده مشكلة مع الوات اللبنانية عنده دايما بيعتبر الوات اللبنية في الوات اللبنية لازم دايما عزلة لازم دايما وضعها بالخارج بأي طريقة من الطرق إما اغتيالا وإما تركيبات وتلفئات وأما بالسياسة بأي طريقة من الطرق وهي دايما أنت بتعرف استيجورج هذي دايما كان شرط من شروط النظام السوري عزل الوات اللبنانية وكان يفرض هالشرط على كل فريق بده يتعاطى معه يقول له ما بتتعاطى مع الوات اللبنانية كما أنه اليوم هو شرط من شروط كل مشروع رجل صارت تنسيق غير مباشر بأسلط الطائف اسمح لي كل مشروع ضد لبنان صار بعدين مباشر معلش كل مشروع ضد سيادة لبنان ولا مرة كان نحنا غير مباشر بس خاني أقول لك شاري بس بموضوع السياد اسمح لي شوي بس اسمح لي شوي المفاوضات بتصير حتى بين إسرائيل والعرب بيصير فيه مفاوضات هذه مش معناتها ما فيه عداوي بس أنا ما بدي أرجع للماضي أستي جورج لا أنا عم بقول لك شو كانت عم تتعرض لقوات اللبنانية على طول قوات اللبنانية على طول عم تتعرض لعزل وعالطول بينفتحوا عليها بس حتى يخضعوها يعني خاني نقول لك الكلام اللي كان عم يصدر هالشهر هو مثل الكلام اللي كنا عم نسمعه بالتسعينات أنه خضعوا بتاخدوا حصصكم بالدولة بتفوتوا بتاخدوا نواب ووزراء ويمكن رئيسكم بيصير رئيس جمهورية فهذا واقع دايما بيطرحوا علينا هلأ بدك تشوف ليش ما عم بيصير ما عم بيصير لأن القوات اللبنانية عم ترفضوا لأن القوات اللبنانية دائما هي مع موضوع السيادة لتتنازل عن هذا الموضوع وشعاره والحمد لله الحمد لله يعني هذا فخر لإلنا أنه كل المعاضيين للسيادة كل يوم الصبح بفيقوا على مقالة ضد القوات اللبنانية معنات القوات اللبنانية بعدها ما هي لبيس بهذا الموضوع لبيس بهذا الموضوع بموضوع السيادة ومواجهة الدولة ومواجهة اللاسيديين كما مواجهة الفساد ومواجهة الملفات الغير شفافة فمن المنطلة أستاذ جورج طبعا نحن لحنكون دايما تحت الضغط عودي إلى سؤالك أنه نحن دايما لحنكون في محاولة لعزلنا في محاولة هل خزالوكم السعودية ولا لا لا ما هذه خلينا أنا لحقلك مين حكاها اللي حكاها هدفه هيك نحن ما منتكل على السعودية لحتى نواجه وناخد مواقفنا اللي عنا قناعة فيها برجع بعطيك أمثال كتير في سينسين ركب سابقا ما كنا فيه نحن شك في حكومات كانت راضي عنا السعودية وأوعد الرئيس الحريري أنه يركبها ويكون رئيسها نحن ما كنا فيها نحن رفضناها في تسويات مشيت فيها السعودية بلبنان وبالخارج نحن ما كنا فيها ولا دخلنا إليها ونحن عنا الإمكانية والشجاعة والقناعة ونقول لا حتى لأصدقائنا السعوديين ولغير أصدقائنا نحن والسعودية نلتقي بكثير من الأمور لأنه نعتبر أن السعودية العلاقة معها هي جيدة من أجل الاقتصاد اللبناني من أجل الخزين اللبناني وهون إذا بتلاحظ الرئيس البري اليوم وبهذا النهار صدر عنه كلام كثير فيه حكمة وفيه وعي وفيه معرفة اللي بيقول أنه هلأ لازم نشوف مين بدو يضبط العلاقة ويرتب العلاقة بين لبنان والسعودية ليش؟ لأن الدور السعودية إلى دور كتير كبير بعملية بالاقتصاد اللبناني بعودة الاقتصاد اللبناني إلى ازدهار وإلى الوقوف على إجراءه نحن بحاجة إلى السعودية والعلاقة مع السعوديين نحن بحاجة للعلاقة مع كل الدول العربية بعلاقة صداءة وعلاقة جيدة في شو حال مع السعودية اللي نحن بيتحولنا من قبل اللبنانيين اللي يعملون في الأراضي السعودية أكثر من 5 مليار دولار سنويا إلى لبنان لإنقاذ لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من هذا المنطلة هذا ليس لبناني بس هذا يا أستيج جورج أكبر دول بالعالم يا أستيج جورج أكبر دول بالعالم تعمل حساباتها أمريكا بتعمل حساباتها بناء على وين عندها مصلحة بشركاتها وين شركاتها عم تشتغل وين عم تستثمر مين عندها استثمارات معهم مين عندها ارتباط تجاري معهم فشو حال نحن أكبر دولي بالعالم نستفيد منها تجاريا نحن هي السعودية نحن ما عنا بديل عن هالعلاقة ولا لحن نلاقي بديل عن هالي زي العلاقة وهي دي مش على حساب سيدتنا هيدا وعي هيدا حكمة إنه نكون على علاقة جيدة مع السعودية هذا كلامك تير منيح ومن هالمنطلق ولو شو ما عم يطبقوا السعودية كانت دايما داعمة للاقتصاد البناني أنا ما أحكي عنها دايما داعمة للاستثمارات بالأزمة الأخيرة بالأزمة الأخيرة السعودية عندها ما أحكي قبل نحن ليش طلبنا النقي بالنفس نحن ليش طلبنا الاحترام البيانة الوزارية نحن ليش طلبنا تحييد لبنانيا أستاذ جورج لأنه نحن عرفين وين رايح المنطقة وعم نشهد شو عم بيصير بالمنطقة هلأ بتقلي تعطيني مسأل اليمن تعطيني مسأل أكراد تعطيني هون مسأل وهون مسأل شو بدي من هالأمثال في معركة اليوم في حرب كبيرة بين إيران والسعودية نحن شو عم نطلب كأوة لبنانية شو طلبنا أنه نحيد نفسنا عن هاي المعارك لأنه ما نعرف كيف بتروح بأي اتجاه إن كان هذا ولا هذا سيفوز ولكن هناك معركة الأفضل للبنانيين للبنان لحزب الله لأنه رأى سعودية وشيخ سامي واخد طرف يا أستاذ جورج ظهر وكانه واخد طرف يا أستاذ جورج ما نقرأ ما نقرأ بهالطريقة الخاطئة هذه علاقات نحن والسعودية في علاقات صداءة هذا لا يعني أنه الدكتور جعجع وقف مع السعودية إقليمية ما قالوا عليها ولا يتدخل بالعلاق الإقليمية نحن بهمنا الداخل لبناني يا أستاذ جورج نحن ما عنا ميليشيا عم بتحارب من أجل السعودية نحن السعودية عم تدعم لبنان بأكمله يا أستاذ جورج نحن منا عم ندخل بمعركة إنه عم بتحضروا ناس للحر وليك هاش بدك من اللي اتلهمات لا أنا عقول كمان هايدي في سياء تراكم تراكم المأخزة هاودي اللي عم بيسوقوا هايدي الخبريات هني بقايا النظام الأمني السوري اللبناني المشترك اللي كان بالتسعينات اللي بيتمنى يرجع لها هايديك اللحظة يشوفنا بالسجون وبالمعتقلات بس مش لح تصبط معه من اللي عملوا إياها فشل فشل أنه يقدر يعملها ولكن أنا عم بقلك يا سيد جورج أنه نحن اليوم بوضع دفاع عن نفسنا كقوات لبنانية ليش؟ لأنه من منطلق دفاعنا عن السيادة اللبنانية من منطلق دفاعنا عن الشفافية في الحكومة نحن لو خاضعين لهذه المشاريع الغريبة على أرضنا ما كنا منتعرض لكل هذه الوجومات كنا منكون مثلنا مثل غيرنا مناخد حصص ومنفوت بنعمة الحكم ومن منتعرض لكلها الومات خدت حصة خدت حصة كبيرة هايدي منع هايدي شراكي هايدي مش حصة يا سيد جورج نحن من صانعي هذا العهد ومن صانعي هذه الحكومة فنحن طبيعي نكون شركين فيها الوزير بسير بيقول في دعمتين الأساسيتين لل 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 انتخاب رئيس الجمهوري كانوا رئيس عام بحد ذاته وحزب الله وفي ركزتين هن المستقبل والقوات لبنانية مع بينكر أبدا ولا مرة ألا من أدر الدور يلي والشراكي يلي هي موجودة ونحن مراهنين على هذا الموضوع مراهنين على هذا الموضوع لكن مراهنين على أنه الرئيس الجمهوري قادر يجمعنا كلنا في شيء كسر ولكي يا سيد جورج في نية لأ أنا عم شاوبك بعرف عم شاوبك في نية في نية عند بعض الأطراف اللي قلتلك بدون يرتاحوا بموضوع السيادة وبدون يرتاحوا بموضوع الملفات وحصصهم واستكمالهم لعملية قبضهم على الدولة كلها وعلى مصالح الدولة كلها ومصالحهم الشخصية قبل المصلحة العامة هيدولي عنده النية في أطراف عندها النية بأنها توضع القوة اللبنية براتها ما تكون مؤسرة أنا عم بقلك إياها نحن والعاهد مستمرين بعلاقة جيدة نحن والحليف طيار المستقبل لح نستمر بعلاقة جيدة خاصة مع بيان النائب النفس اللي شدد عليه الرئيس العريري ونحن والتيار الوطن الحر لح نستمر بما بين عينيه إن شاء الله نقدر نرجع نلتزم بورقة النوية وأنا بتمنى يعيد قراءته الوزير جبران بيسيل لورقة النوية ونرجع نلتزم نحن وياه فيها لأنه لح نكون أقوية جدا مثل ما دعي مبارح بمحاربة الفساد وبدعم السيادة اللبنانية إذا رجعنا لورقة النوية دكتور كرام جوني بصراحة مثل ما أنت صريح وجريء ومش عم بجاملة عندكم مشكلة مع الرئيس عون أو مع الوزير بسيل لا مع الرئيس عون ما عنا مشكلة أبدا بالعكس مقاربته للأمور حتى بموضوع اللي بديل لك يعني يعيرونا في قصة الاستقالة استقالة الرئيس الحرير لما تمت موقف الرئيس عون بموضوع أنه بده يعرف رئيس حكومته وين وليش برا وكل هالأمور وبده عودته هذا كله نحن مية بالمية معه الرئيس عون وتصرف كما يجب وبحكمة كبيرة نحن ما كنا بدنا نروح تتفاقم الأمور أكتر مع السعودية ولكن نحن شي طبيعي أنه نحن نفهم الرئيس عون بالمواقف اللي أخذها أما مع الوزير جبران بيصير طبعا وقت اللي بيعلن أنه القوات اللبنانية عملة انقلاب أكيد في مشكلة نحن وياه لما بيوجه اتهمات القوات اللبنانية بأن ضربت بالظهر وأخطأته وأكيد في مشكلة ما نحن عم نقله للوزير جبران بيصير طعا حطينا مش المستقبل استيجورج ما علا شي خلينا نعرف ما هوني الخدعة هوني الخدعة أنا أعرف مش أنت اللي عم تخدع هوني الخدعة في مسؤولين داخل تيار المستقبل نجروا لهذا الكلام من جروا خلينا هلأ عم تتسوى ما بدنا نرجع نخربها ما أنت بهمك ما تنكسر عم تتسوى ملاح تنخرب بس أنه طي ينجروا هلقد في ناس متأثر عليهم طبعا طبعا استيجورج أنا شو قلت لك قبل شوي في أطراف في أشخاص وفي مسؤولين بهمهم ينجزوا على حساب الشفافية القوات اللبنانية ما خلتهم ينجزوا على حساب الشفافية وعحساب مصلحة الشعب اللبناني القوات اللبنية أصبحت مزعجة في هذه الأمور وبدوا نتخلق وكأنه موضوع السياسة مفروغ منه ومسلموا أنه أنتم مخطئين بالسياسة أنا هكي فهمان غلط وكأنه أنا الشفافية معي حق فيها بس بالسيادي مغلط لا لا أنت فهمت غلط أنا عم بقلك في بعض الأطراف اللي هني من ضمن طيارات سيادية فضلت ملفات مصلحة خاصة على المتابعة بمعركة السيادة واستفاد من هذا الوضع الدولي يعني حزب الله فصار في تلاقي مصالح بين الدولي وبين هالمسؤولين هاو دي اللي فضلوا المصالح الشخصية على مصلحة لبنان أولا ومصلحة لبنان لبنان كدولي ومصلحة العهد بأنه يكون عهد تاريخي بيستعيد السيادة كاملة ويستعيد الأشفافية كاملة استاذ جورج مبارح صار في تصنيف لأكتر الدول فسادا بالعالم لبنان من أكتر الدول فسادا في العالم وينوه هذا الفساد وينوه هذا الفساد وينوه هذا الفساد دخلك عشو عم تعترض للقوات اللبنانية مش عهذا الفساد ليش مشكلتهم مع القوات اللبنانية مش لأنه عم تعترض على هذا الفساد أنا مش عم بتهم حدا من الوزراء أنه هو فسد بس أنا عم بقول له لكل الوزراء وللحكومة ولكيفة المسؤولين ما فينا ما نكون بلبنان إلا كاملية شفافية لحتى نقدر نسترد ثقة العالم وثقة الناس وثقة اللبنانيين هون مشكلتهم مع القوات اللبنانية رح تطلع القوات اللبنانية أمرأة قيصر لوحدة وكل العالم في سنة لا أنا ما قلت هيك استيجوج أنا شددت أنا ما عم بقول كل فسدين أنا عم بقول مضطرين الكل يكونوا كاملية شفافية لاستعادة الثقة يا استيجوج بلحوالة مثلا إلي أسود استيزنا استيز إلي أسود المحامي الكبير ونائب قائد لوحدة اللبنانية السابق بيبعت لي هلأ بيقل لي أنه قاله للدكتور كرام بإحترام أنه كمان الشفافية مفؤوضة بوزارة الصحة بيعطي سبع مليارات ونص للفلسطينيين وبصر عليهم وكأنه فلسطينيين أبدأ من اللبنانيين وهي دي فيها ريحة مش شفافية طب معنا لزلم موزون ومحامي أنهم مش عم يمزح بس تقولك شادي أنا مني منطلقة طبعا بس أنا مني منطلقة على حسابات وزارة الصحة بس أكتر وزارة أمام الشعب المديني أنا ما أقول شي لا سمح الله مع احترامنا ومحبتنا لدولة غسام حصفاني بس هذا سؤال مواطن يعتبروا أنا ما بقدر زاوب عن وزارة الصحة وعن حساباتها وكيف عم بتتصرف وزارة الصحة بحساباتها وزارة الصحة يعني قادرة تجيوب عن نفسها دولة الرئيس حصفاني معروف بشفافيته وبنظافته وقادر هو يوضح كل هالأمور هذه ما بقدر يعني مش كل سؤال أسأل عنه بقدر جيوب عنه بالوزارات على كل حال على كل حال إذا كان عنده شي يتشكى يتشكى وبيعرفوا الوزارة يجيوبوا على الموضوع على كل حال نحنا مش عم نجي نسعى اليوم على متابعة فاسدين نحنا عم نجرب يا أستاذ جورج أنه نغير كل الزهنية تبع الدولة اللبنانية بهذا العهد بزمن هذا العهد وأنا قلت كلام قلت لك إيه سابقا قلت لك إيه سابقا أنه نحنا ما بدنا العهد ينقذ نفسه بحل بعض الملفات بدنا العهد ينقذ لبنان بحل مسئلة السيادي والشفافية شايف شو طلبنا كقوات لبنانية شايفت شو طلبنا القوات اللبنانية يعني ما بدنا هؤدي المقربين كتير للعهد كل همون أنه كل ما صار فيه مشكلة روح نخلصها نرتية مثل ما هي تننقذ العهد نحنا بدنا العهد ينقذ لبنان تاريخيا من موضوع السيادي نحن أكثر نحن بيقولون أنه أنتو ما بتساعدون لبل تضعونا نحن بهذه الزهنية رئيس جمهورية تطرق لنقطة كانت مش غافلة عن الناس كانت معروفة لكن أضاء علي رئيس جمهورية بحديثه مع مدرأة الأخبار الزملاء بأسر بعبدة بقصة تلفزيون لبنان بيقول مدير عام تلفزيون لبنان لرئيس الجمهورية هو بنقه وما حدا بنقه هاي بيّن الإشكالية يلي كانت كامنة وبعيدة عن الأنظار مع القوات اللبنانية أنه عم بيقلن للقوات عم بقول للكل رئيس جمهورية هذا محسوب الموقع تلفزيون لبنان على رئيس جمهورية عم تجوا أنتو تاخدوا هذه الصلاحية أو بالأحرى هذا الموقع هذا نموذج كان معلي دكتور كرام وكشف فخامته يومتا عن مسألة جدية لكن هو لم يكن يثيرها وسائبة طرح عليه السؤال وآثارها لكن ها ما كانت معروفة بس جورش بس جورني على هذه الشارع أنتو ما عم تساعدوا رئيس جمهورية بالعكس نحن عم نساعد رئيس جمهورية كتير بموضوع قلتلك بموضوع إعادة بناء المؤسسات ابتعادة عن العمل العشوائي هيك اللي غير منظم بالعكس نحن بدنا كل شي يمشي ضمن الآليات الصحيحة والدستورية إن كان من مناقصات وإن كان من تعينات هذا اللي نحن عم نطالب فيه نحن ما عم نطالب بحصص القوات اللبنانية اعتراضنا هو مش لأنه ما نلنا عكم قاضي محسوب علينا وعكم ضابط مش لأنه لألنا نحن بدنا يصير تعينات بناء على آليات توصل الأفضل دائما كائنا من يكون وتابع لمين مكان يكون يكون بالنهاية إذا وصل بجودة جيدة ونظيف يكون للدولة والشعب اللبناني كله نحن بدنا نتبع الآليات نحن من مع دعم أشخاص يا أستاذي جورج نحن مع دعم الآليات الدستورية ومؤسسات الدولة اللبنانية خلينا نقل لك شغلة أستاذ جورج نحن لما رضينا نفوت على الحكومة ونحن صمنا كتير مش هيك ايه لا مش كتير لا صمنا اخر واحد وقبل وكان معروض علينا بالتسعينيات ما فتنا كمان وفتنا بداية مثل ما بيقولوا ليش استاذ جورج لأننا نحن ما بدنا هذا مش للقراءة الغلط لا مش قراءة غلط أبدا أنا بتشكرك بس خليناي وضح بتشكرك أنك وضحت هالقصة تبع ويت اللبنانية مش يعني هالخطوات أخدتها من منطلع أنه هي عندها قناعة بأنه ما بدها تسمي على نفسها أنه هي استمرارية لدولة المزرعة قوة لبنانية بدها تسمي على نفسها أنه هي جاية تعمل دولة المؤسسات بالتعاون مع حلفاء ومع أصدقاء ومع ورقة النوية بس خلينا أقول لك شالي أنت ذكرت على قصة القراءة سيد جورج هي مش المهم من بيربح وبيخسر لك المواطن اللبناني للأسف عم بينخدع كتير من خطابات سياسيين بيجوا بيقولولو نحن ربحانين هي مش مهم تربح بمعركة هي مش لعبة شطرانج ولا لعبة فوتبول هيدا المهم تربح بقناعاتك المهم تبني دولة لأنه أي ربح بتسجله اليوم على خيك اللبناني بس مش بالحق مش بالحق ومش بالصحيح هيدا منو انتصار للبنان هيدا بيكون خدعة انتصار سيد جورج ومنكون بعضنا عم نعيش بدوامة الأزمة بلبنان وعم نفوت ببعضنا اللبناني مش لازم يحقق على اللبنان الآخر لما بيكون وضعنا ثابت ومستقر ووضع سياسي مستقر وما عنا هالخليفات الكبيرة الوطنية الكبيرة ساعتم نروع على لعبة التنافس وبيربح فريق أكتر من فريق بمجلس النواب ما في مشكل مثل كل دول الدموقراطية المستقرة بس اليوم نحن كقوات لبنانية عم نخطي خطوات ما بيهمنا الربح والاخسارة لإلنا بيهمنا نبني مؤسسات ودولة هيك بدو يفهمها المواطن اللبناني القصة مش قصة أنه أنا أربح وأخسر قصة سبت دولة استقرار ودولة مؤسسات هذا اللي عم نجرب نحن نقوله للمواطن اللبناني ما يخدعوا الشعب اللبناني بفورة أنه هلأ نحن مع الفريق الأقوى في كثير من الأفريقاء سجلت انتصارات بقوة غيرة وبقوة أفريقاء عند حسابات خارجية فمن مخص انتصار هون هيده هيده تسليم لفريق خارجي هيدا معاد انتصار وهيدا صار استسلام دكتور كرم قبل ما تحصل للأزمة الأخيرة كانت القوات على علاقة التنسيق وتواصل قوي مع النائب جملات بتشوف وكلام عن تشكيل لوائح مشتركة وتنسيق وتناغم نعم كان فيه كلام عن أكيد لوائح مشتركة مع الاستقبل ومحالف نعم كان فيه كلام عن تقارب واضح ومضطرد ومتزايد مع تيار المردة نعم لدرجة انه تحالف ضد الوزير بسير او ضد ضد الوزير بسير بالشمال كله حقش لا لا هذا على رأسي حكي أعلام كان فيه كلام عن القوات تنسج شبكة علاءات على مستوى على امتداد البلد في سبيل هذه الانتخابات وكانت حاسبة للمستقبل شو بده يصير وغيرها حاسبة حساب انه كتلة القوات بده تزيد خليني أقول هيدا الوضع قبل الاستيقال نعم واجت نكبة الاستيقال هيدا نكبة البراميكا نحن بالنسبة لقلنا ما بنعتبر بالعكس شوك إيجابي شوك إيجابي عم اجيت هذه القصة وعيد خلط الأوراق كله وسوى سؤالي لقلك هل عليها مع جملاء مش بقول بيسترجي بس دايما بنقول على الطريقة اللبنانية فهذا جملاء بحط ايدو بيدكم يعني بيقول لك أنا شو بدي بالشغل المرة ده سليمان بيك يلي كان عم بيقول إنه بهمة جبران بسيل رح نقعد إذا بيضلوا هيك جبران بسيل الوزير بسيل رح نقعد مع سمير جعجة قبل ما نقعد مع العماد عم تتذكرها الحديث لجريت الاتحاد المستقبل فيه غضبة ونقمة أنت عم بتقول هولي الناس مضللين ومش عارفين حالهم شو عم بيحكوا لكي فيه غضبة ونقلة التيار عليها مش شريك بكتير مش كلهم شو بتكون تعملوا بالانتخابات نعم سي جورج تعرف أنا بدي هذه أختم فيها تعطيني قراءة أنت بتعرف أنه الانتخابات يعني قريبا بدأ تبلش هي النقاش الجدي والأساسي والأولوي بس بعد بكير كتير على تركيب لوائح كل فريق بده يسعى للوائح اللي بتفيده بتكبر له كتلته وهي شي طبيعي وهذا من لعبة التنافس الطبيعي ولكن ما صيغ ونزل بالأعلام هو مضخم لموضوع حلف خماسي وسداسي ضد القوات اللبنانية وأمور مثل هايدي أنا بكتلك أنه مثل ما مبارح الوزير جبران بيصير النكرة وغيره عم بينكرة مش على الأعلام بس وقت الملتقي نحن وياهون أنا بل لك الواقع لحق يعني أنت الحق شو بيقول القوات اللبنانية مش شو بتقول الأعلام عن القوات اللبنانية الأعلام الأصفر على القوات اللبنانية ومش شو بيقول بعض المتضررينين من وجود القوات اللبنية شو بيحكوا شو في القوات اللبنانية بتقول القوات اللبنية بتقول نجحنا نحن والتيار الوطن الحرق نوصل لقانون انتخابي نسبي يمنع الجحافل الانتخابية ويمنع التحالفات بين الأفريقاء الكبار على حساب أفريقاء على فريق قوي بس وقت اللي بيتكوأموا الكل عليه بيرسوه مثل ما بيقولوا هذا القانون بيمنع هذا الموضوع هذه أول شغلة فهذا إنجاز عملناه نحن والتيار الوطن الحر على أمل أن نعمل إنجازات أخرى بموضوع السيادة وبموضوع الشفافية هلأ بهذا القانون بدأك تشوف كل فريق كيف بده يعمل حساباته وين بده يروح القوات اللبنانية فارضي نفسه كفريق عنده حاصل انتخابي بكتير من الدوائر بس تحالفات إلا كمان تأسير طبعا إلا تأسير بس مين قال من ضعي الوضع إذا ما عدتوا بتحالفين بتشوف مع وليد جنبلات بتحالف وليد جنبلات مع الرئيس عون ما تعتلهم كله لح يترتب كله لح يترتب خليه أنا شوف أني أتلعنا أنا مني مرشح لح طب من لك بالك أنه ترجع كلها ترجع تركب كل الأجواء اللي عملت على القوات اللبنانية اللي تبين فشلت ووصلت لتصحاءة أكيد مزدود لا هلأ هني مستمرين هني مستمرين أنا قلتلك عند كل صباح فيه هجوم علينا هنه قذرة ما وقل شيء ما أني شايف أنه وقل شيء من معضي السيادي والشففية على القوات اللبنية وقلتلك هذا فخر لألنا فما في مشكل نحنا منتكل أو شيء على المواطن أنه عم بيقرأ يبلش يقرأ وعم بيقرأ مش بلش يقرأ عم بيقرأ حقيقة شو عم بيصير طبعا بيخدعوه بيخوفوه بس القوات اللبناني بالنهية بيكتشف الحقيقة وبيخد وقته بالقراءة وعم بيشوف نحنا أتكلنا أو شيء على المواطن اللبناني والمواطن اللبناني يا ستاة جورج نحنا هلأ أنا عم بيدعين من عندك أنه يخد مواقفه إن كان بالانتخابات وبغير ما كان يخد مواقفه بناءا على القراءة الصحيحة مش بناءا على الإشعات فيقرأ ليش القوات اللبنانية اليوم عم بيتوجه لهذا الهجوم شوين ضارتهم القوات اللبنانية للي عم بيعملوا هالهجوم عليها يقرأها تماما مثل ما شرحتها التحالفات مفتوحة بطمنك أنه الأمور مش مثل هيك مثل ما عم بيجربوا يحطوها والقوات اللبنانية قادرة تعمل تحالفات جيدة جدا ويكون عندها حضور جيد بالمجلس النيابي القادم سؤال أخير بس إذا بتبني عليك جوابنا أي أو لا بس لأنه خلص وقتنا بس أنا بدي أختم فيها غدرس 1994 غير بعرب 2017 طبعا الظروف كلها مختلفة والوضعية كلها مختلفة وهذا العهد لن يسمح لهزئ لتلك الممارسات أنا بدي أشكرك شكرا للم دكتور فادي كرم النائب عضو كتلة القوات اللبنانية أهلا وسأل فيك شكرا لصراحتك ولمقاربتك للأمور وشكرا لكم وشاهدين الكرام لمتابعتكم هذه الحلقة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا